أولاً أشكركم على التفاعل مع القضايا المطارقة في المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت طبعاً هذه الدورة في فبراير شهدت مجموعة من الأحداث والوقائع التي تطرح جملة من تساؤلات والاستفاهمات سواء لدى الرأي العام ولا حتى لدى المكونات المجلس ولكن نريد أن نأكد على أنه عكس ما يقال بأن النقط ترفضوا كلهم وكذلك رأي كين مجموعة من النقط عندها واحد البعد راهيني وعندها كذلك الرؤية وضحة بالنسبة للمستشارين صوتوا عليها كين بالإجماع وكين بالأغلبية ولكن كين النقط للتأجلات وبعض النقط الأخرى التي تم الرفض فيها وهي قليلة بالنسبة للنقط التي كين عنات 13 نقطة من أصل 18 نقطة تمت دراستها فهذه الدورة في الجلسات ديلها الثلاث عنا جوج النقطة يعني هذه 13 نقطة تمت المصادقة لها جوج النقطة أجلت جوج النقطة ترفضت يعني في إطار النقاش الدائم والدائر على مستوى المجلس وهذا الشيء كي يبين بأنه النقطة إلا كانت جاهزة وتضحط فيها الرؤية الأعضاء دي المجلس مختلف المقوناتين همرا كيتفعلوا معها بشكل إيجابي كل من الموقع ديله إلا كانت النقطة فيها واحد النوع من تستدعي استفسارات واستفهامات وتستدعي وتائق وتستدعي الحاديث على خاصة الأمور التي هي تقنية محضة رهلة بدأ أنها سيكون فيها اختلاف وبدأ أنها سيكون فيها نقاش كانت أسفه لأنه تأجلت بقية النقاط ديال الدورة يعني تقريبا نصف ديال النقاط اللي تتأجلوا ولكن في العموم النقاط اللي تدرسوا راح الأغلبية ديالهم تصدق عليها بالنسبة للقضية ديال اللي كانت تتعلق اللي كانت تتعلق بالموافقة على قطناء القطع الأرضية ذات الرسم العقاري يعني القطع اللي كانت في التجزئة ديال إليغ لإحداث حديقة وفضاء الألعاب للأطفال هذا راه كين هذا المرفق هذا راه كين الآن الآن الجماعة جابت هذا المقترح هذا بعدما تم التفاوض مع المالكين يعني ممكن نقول بأنه حماية المالية ديالجماعة اقترحت فهذا الدورة هذه باش أن هذه النقطة يعني تطرح في إطار هذه الحلول اللي كانت مع هذه الناس صحيح أنه لمجزي فيما كان النوع ديال المجزي قبل حصول دياله على التسليم النهائي الأشغال كي يحول بعض المرافق العمومية الجماعة لأنه لا يمكن استغلال هذا المرفق إلا بعد تحويل الرسم العقاري باسم الجماعة بمعنى كي يكون عندها التيتر كي يكون التيتر باسمية الجماعة إلى خدينا القانون 25-90 لكي أضطر هذه العملية هدو كي ينص صراحة على أن الطرق والمرافق العمومية يتم تحويل ونقل ملكيتها للجماعة عند التسلم نهائي للأشغال هنا دبا هنا في جهة تساؤلات ديال السادة الأعضاء فينا هو الرسم العقاري باسم الجماعة فينا هو التصميم فينا هو دفتر شرط التحملات وهذه كلها تساؤلات كتبقى مشروعة كان تساؤلات أخرى اللي برتبطها بالنسبة ديال الطرق وديال الكيب مو اللي كان على مستوى التجزئة مشنو هي المساحة الإجمالية ديال المشروع وكيتسمى بالمساحة المتاحة هذه كتسمى المساحة المتاحة شحال هي هاد المساحة هذي هذي كلها تساؤلات تقنية من الطبيعي أن تتير هاد منقش هادا بهذا الطريقة هذي وإلا فالخلفية دياله على حسب الاعتقاد ديالي المتواضع هي أننا بغينا نعرجو واحد إشكال لفائدة أسر اللي عندها الحق ديال التملك ديال هذي العقار تنجزت فيه مشاريع اللي فيها ملعب لتم الاستكمال دياله وفيها كذلك يعني حديقة يعني فضاء أخضر إلا ما مشيناش في هذا الاتجاه هذا هرهد الأسر من الحكم أنهم يمشيوا للقضاء وغادي يديروا الاعتداء المادي بالنسبة للجماعة وهذا ضد الجماعة وضد المالية للجماعة بمعنى أن الجماعة غادي غادي تأدي واحد مبلغ آخر مضاعف في هذا الموضوع هذا ولذلك من اللي كانت رحوها هذه القضية كانت رحوها ولا من اللي صدقنا كفريق على الموافقة على هذه النقطة رح صدقنا عليها من هذه الزاوية هذه من هذا حفاظا على المالية العمومية ديال الجماعة إلا كانت أمر أخرى اللي ترحوها السادة الأعضاء رح تم الاتفاق على أنه اللجنة ديال المنازعة اللجنة اللي هي أصلا كاينة وصدق عليها المجلس رح كاينة لجنة ديال المنازعة هي غادي تتولى دراسة هاد الملف في جامع الجوانب دياله وطبعا رح كاينة الوعود ديال السيد الرئيس بأنه إلا كين شيء إشكال آخر يعني رح ممكن أنه غادي يرجع للمجلس غير هو إحنا بحالي لقلنا عطينا واحد حل في إطار هادك التوافق اللي تدار مع الأسر اللي هي معنية اللي عندهم التيتر ديالهم وعندهم كافة الأمور ديالهم اللي هي واضحة عطيناهم عطينا الحق لرئيس المجلس باش أنه يسوي معهم هاد الوضعية هادي ولذلك احنا كنا مع هاد القضية هادي وصدقنا عليها وما بالنسبة للتأجيل لبقية النقاط حنا كنت أسهو على أنه يعني هاد النقاط تأجلو وكان تمنو أن جميع النقاط اللي غادي تدرس في الدورات المقبلة أنها وكان سترع لها وكان أكدع لها تكون فيها المقاربات تشاركية وتنقش جميع التفاصيل ديال هاد القضية مع جميع الفرقة سواء كانوا أغلبية ولا معرضوا ولا كيفما كان نوع ديالهم لا بدأ أننا نستحضروا هاد الهاد التفاصيل ديال القضايا ونضجوها نضجوها كنقولها وكان سترع لها نضجوها قبل ما نجيبوها الدورة ديال المجلس باش ما يوقعش لنا مثل هاد الارتباك اللي هو حصل وكانت مني التوفيق لجميع شكرا